دخل عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء أربعين مصابا وثلاثة وثلاثين مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة وشهد ميناء رفح البري إدخال ستين شاحنة مساعدات إنسانية عبر ميناء رفح إلى قطاع غزة إضافة إلى أربع شاحنات وقود تم السماح بدخول خمسة وتسعين شخصا يحملون جوازات صفر مصرية وعبور مائتين وخمسين من أصحاب الإقامات في الخارج واثنين وأربعين من حملة الجوازات الأجنبية